مليار وتسعمائة مليون موقع إلكتروني منها مواقع كبيرة فيها ألاف الصفحات والمحتوى النفسي الغزير أكثر من خمسمائة ساعة مرئية من الفيديو يتم رفعه إلى اليوتيوب كل دقيقة وأكثر من سبعمائة ألف أكتف بودكاست وقرابة الثلاثين مليون حلقة صوتية منشورة ومتاحة للجميع تخيل قبل ثلاثين سنة لو أردت أن تتعلم اللغة الإنجليزية كان أمامك ثلاث أربع كتب وخمسة شرائض كاست أما الآن فنحن نتكلم عن ملايين المواد المتاحة بضغطة زر فقط هذا عمر يحييكم في لقاء الجمعة واليوم سأتحدث معكم عن البودكاست عندما نشرت الفيديو السابق وذكرت أحد حلقات البودكاست وقلت أنها أفضل طريقة لاستغلال الوقت في تطوير اللغة الإنجليزية أحد الإخوة علق على هذا الكلام وقال ليست أفضل طريقة تلك البودكاستات أو الحلقات الصوتية ولكن أفضل طريقة هي كذا وكذا ويبدو أنه لم يفهمني أو أنا لم وضح فكرتي فأنا لا أقصد أن الاستماع للبودكاست هو أفضل وسيلة لتطوير اللغة الإنجليزية بل أنا أعني أنه أفضل وسيلة لاستغلال الوقت هذا ما أعنيه أنك كيف تستقل وقتك الضائع وأنت في المواصلات وأنت تنتظر وأنت في مقر عملك ربما فكما نعلم أن بعض الموظفين قد تمضي عليه ساعة وساعتين وهو ينتظر للزبون أو للورقة أو للمعاملة فما المانع أن تمسك الهاتف وتضع السماعة في أذنك وتستمع إلى حلقات البودكاست لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا الاختراع البشري الذي يسمى بودكاست هو شيء مميز وعظيم وخاصة في تطوير اللغة الإنجليزية إذا قسمنا طرق تلقي واكتساب اللغة الإنجليزية إلى ثلاثة أقسام فالقسم الأول هو مثل الطفل أو مثل الشخص الذي يذهب إلى أمريكا مثلا ويعيش وسطهم ويكتسب اللغة من المحيط وكذلك من أنشطة التعلم الواعي فهذا الشخص هو طبعا أفضل شخص لأنه يستمع إلى اللغة بأذنيه ويرى بعينيه ويتفاعل بجوارحي بأيديه فهو يعيش اللغة بشكل نعام والقسم الثاني هو الشخص الذي يستمع ويرى لكن لا يتفاعل بجوارحه وهو الذي يشاهد الأفلام حضرات تدوى يتعلم من المحتوى البصري الذي يستمع إليه ويرى ويشاهد والقسم الثالث هو الذي يستمع فقط وهنا نضرب مثال بالحلقات البودكاست طبعا أول واحد هو الأفضل لكن هناك ضريبة وهناك متطلب يجب أن يوفره وهو أن يخصص الزمان والمكان فإذا ضربنا مثال بالشخص الذي يسافر فهو سيغادر دولته وينتقل إلى مكان جديد ويخصص ستة أشهر سنة أيا كان يجب أن يضحي بالمكان والزمان أما النوع الثاني فهو أن تستمع وتشاهد فقط مثلا عبر الأفلام والمسلسلات وأنت في مكانك فهنا أنت تخصص الزمان فقط الوقت يجب أن تخصص وقت لا ينفع أن تشاهد مثلا فيلما وأنت في العمل أو أنت في المواصلات سيكون الأمر صغب أما الجزء الثالث الاستماع فالميزة أنه لا يوجد ثمن لاست مطالب بأن تخصص زمان ولا مكان لا وقت ولا مكان محدد تجلس فيه ومن هنا تكمن عظمة أهمية البودكاست دعونا نعرف البودكاست سريعا لأولئك الذين لم ينغمسوا في هذا العالم البودكاست هو محتوى ولكنه محتوى صوتي يتم نشره بشكل دوري فأنا على سبيل المثال قد أقرر أن أعمل بودكاست سأقوم بتسجيل حلقات صوتية كل أسبوع حلقة مدتها نصف ساعة عن اللغة الإنجليزية أو عن أي موضوع أهتم به ولدي فيه معلومات ثم أنشر هذه الحلقات في أحد المواقع المتخصصة أما أنت فستحمل تطبيق مثل جوجل بودكاست أو عبر الآيتونز في الآيفون وتقوم بالبحث عن البودكاست الذي أقوم بنشره وتشترك فيه وكل أسبوع سوف تصلك هذه الحلقة فتستمع إليها وأنت في مكانك هذه الفكرة ببساطة لكن عندنا في العالم العربي ثقافة البودكاست لا زالت في بدايتها وليست منتشرة عكس العالم الغربي في أمريكا وبريطانيا والدول هذه عندهم البودكاست مشهور وهناك كما ذكرت في الإحصائيات أن هناك أكثر من 700 ألف برنامج بودكاست نشط أكتف بودكاست غير البودكاست التي توقفت طبعا في كل اللغات هذا ليس فقط في اللغة الإنجليزية لكن المعروف أن اللغة الإنجليزية تحتل نصيب الأسد طيب إخواني الآن لو تحدثنا عن قوة البودكاست ما هي الميزات التي تميزه عن غيري حتى من المحتوى الصوتي بعضكم ذكر أنه يفضل الاستماع للكتب الصوتية طيب سأذكر لكم المميزات أو ثلاث مميزات مهمة الأولى كما ذكرنا سابقا في استقلال الأوقات كثير من الأوقات تضيع علينا والبودكاست وحل مميز وسهل لاستقلال تلك الأوقات الأمر الثاني هو وفرة البودكاست ومجانيته وهذه ميزة عن الكتب الصوتية فالكتب الصوتية بمقابل مادي وخاصة تلك التي تأتي بجودة عالية ومن مواقع مشهورة لكن البودكاست مجاني ومتاح لأي شخص كذلك هناك وفرة كبيرة في حلقات البودكاست عكس الكتب الصوتية يعني الكلام اللي عند الناس وبداخل عقولهم كثير جدا لا ينتهي وبعض حلقات البودكاست تنشر بشكل يومي تخيل هناك بودكاستات يوميا ينشر كل يوم ساعة كاملة من أين يأتوا بهذا الكلام الله أعلم الميزة الثالثة هي تنوع البودكاست في العديد من المجالات والاقتصاصات فإذا كنت مثلا مهتم بتربية القطط على سبيل المثال سوف تجد حلقات بودكاست إذا كنت مهتم بالتقنية مثلي أنا سوف تجد الكثير من حلقات البودكاست ريادة الأعمال الطبخ تقريبا لم يتركوا أي مجال إلا وهناك حلقات بودكاست يعني حتى مجالات صغيرة لا تتوقعها وهذه الميزة تلتقي مع النقطة المهمة التي نذكرها دائما أن تحاول أن تبحث عن المحتوى الذي تهتم به كي لا تملء تشعر بالمتعة فعبر البودكاست ستجد الكثير من هذا المحتوى قبل أن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي عن تأثير البودكاست على اللغة الإنجليزية وفائدته دعوني أذكر وملاحظة مهمة على أن قد يكون البودكاست مناسب لمنهم في مستوى متوسط وما فوق المتوسط لكن هذا لا يعني أن تستغني عن الاستماع حتى إن كنت مبتدئ أن يجب عليك أن تستمع طيب يا إخواني لو سألنا ماذا يفعل البودكاست وكيف يؤثر على لغة الإنجليزية سنقول أنه أولا يبقيك على اتصال باللغة الإنجليزية فإن كنت مشغول ولا تتعلم هذه الفترة على الأقل استمع الأمر الثاني وهو ينمي لديك الطلاقة فإذا اكتفيت بالتعلم الواعي فقط يعني تأخذ الكلمات وتترجم وتركز على الحوارات فهنا الطلاقة لن تبنى لديك ومن هنا تنشأ مشكلة التفكير عند التحدث والتأخر والتأتأة فالاستماع للمحتوى الصوتي وخاصة البودكاست ينمي لديك الطلاقة ويجعل اللغة لديك تلقائية يعني ليست عن وعي ولكن نابعة من العقل اللاوعي لذلك إخواني استمعوا استمعوا كثيرا بجانب طبعا التعلم ليس استماع فقط وسأترك لكم تحت الفيديو ثلاث روابط أو عنوين لحلقات بودكاست مناسبة لمستوى المتوسط ومتعلقة باللغة الإنجليزية وقريبا إن شاء الله سأنشر دليل موسع لحلقات البودكاست المناسبة للتعلم شكرا لكم على المشاهدة وألقاكم في لقاء قادم إن شاء الله إلى اللقاء